وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وتركة التي يتم رافع كفاءتها بالمحافظات مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها وخلال اجتماع الاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير 100 مليون شجرة أشار مدبولي إلى أهمية هذه المبادرة التي تحظى برعاية من رئيس عبد الفتاح السيسي في إطار جهود الدولة في ملف المناخ تزامنا مع الدورة السابع والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوبا 27 والتي تصدفها مصر نوفمبر المقبل